بلال محسن يعني عايز اقولك ان انا مش من الناس اللي بتطلع حتى لو جال الواحد بيكلمه لكن كابتن شغير موضوع منتهي ببارك لك جدا جدا وفرحان جدا لان انا عارف ان الرحلة دي محفوفة شوية بالمخاطر لكن بتاعتك في خناف الاهلي لكن نجاح ما شاء الله قوي جدا جدا وانا مش بجامل اطلاقا يعني طب ما حاجة سعى ابن اصبت الراجل ده طب ما حاجة سعى ابن الراجل بادي داخل داخل صح ومية مية وشكله مطول معانا ان شاء الله خلينا نبدأ بقى بشريف شريف خليني أسألك عن وأنا بشوف لك حاجات كتير ومتقلق ما شاء الله يعني أنت وكتير الحقيقة من المحترمين حاجات جميلة على السوشيال ميديا وحاجاتك أكثر من رائعة شكرا لكنه أسألك عن شفت الترشيحات ليه الأفضل كانت بتمر مرور الكرام زماني يعني ما كناش بنقف قدامها كتير هل السادي لأنه الأهلي والزمالك بيتنفسوا على أفضل نادي هل السادي لأنه مصطفى شبير وحسين الشحات وزيزو دخلين في المنافسة على أفضل لعب أعتقد هو ده سلفت الكاف بقين مش مجلة مش مجلة مصرية الكاف ده اللي هو بتاع أفريكيا اللي هو غنالة عمره ده أهم وأكبر منظومة تدير كرة القدم داخل قرة أفريقيا واحد من أهم المؤسسات الكراي في العالم مش مجلة مصرية يعني لو تقال مجلة عادية تقال مجلة مصرية ولا حتى مجلة عادية ما علينا خاش الرجل جاي دفنا الأول مرة مش عزيني بخير حرام عليك ما تفجر شفت الترشحات عاملة إزاي وشفت المنافسة كانت الاختيارات خاصة أن أشرف حكيمي من ضمن أفضل لاعب وكل الترشحات بتقول أشرف وهي منظمة في المغرب ولو إنها ملقاش لازمة لأنه في السنغال محمد صلاح خد أفضل لاعب وفي مصر سادي ومانيه خد أفضل لاعب أوكي ملاش ألقى بالمكان هو أحكيلي شوي طيب أنا ما عنديش تعليق قوي على كل الجواز غير هي جايزة واحدة أعتقد هي اللي ممكن يكون فيها لغط قوي قوي هو جايزة أفضل لاعب داخل القر وإنا هقول حاجة إحنا ما بنتكلمش هنا بعطفة إطلاق إحنا بنتكلم بمين يستحقه هنا لازم نحط الاسبوت شوي على إنه الاتحاد الإفريقي بيبص للجايزة زي مش أنا وحضرتك عاوزينها زي الاتحاد الإفريقي بيبص على المساهمات الإفريقية تحديدا يعني لو جيت عملت مقارنة ما بين حسين الشاحات وزيزو على الموسم الماضي الموسم الماضي تحديدا فأنا بقول إنه الشاحات أفضل أنا بكلم تقييمي للموسم بشكل عام لو جينا أكلمنا على الصعيد الإفريقي لا زيزو قدم أكتر زيزو عمل أربع عداف وستة أسيس فبالتالي هو مساهماته أكتر الناس دي برضو بيبص على جزئية مهمة جدا وهو المشاركات مع المنتخب الشاحات مش موجود الشاحات كان موجود في الأولمبياد فبالتالي في أنا أسف زيزو كان موجود في الأولمبياد فبالتالي دي بترجح الكافة يبقى عندنا الاتنين بالنسبة لزيزو والجزئة الثانية هو مصطفى شبير مصطفى شبير وأكيد إحنا مش بنقول الكلام ده عشان بتكلم كابتن شبير خالص أنا عامل حلقة مخصوصة عن الولد ما شاء الله أنا أسف أنا أقول ولد فارق عشر سنين فأنا عايز أقول إنه هو ما شاء الله ما شاء الله مردود مرحم ما شاء الله ما شاء الله هو السبب لو إحنا بنتكلم كده بن قصين على اللاعب اللي كان مؤثر فأقوى بطولة على صعيد الأندية هو مصطفى شبير هو من وجهة نظري هو اللي أهدى للنادي الأهل هو جزء من النجاح دايما نقول هو جزء من النجاح ماشي هو جزء من النجاح لكن هو أكبر جزء ممكن كده نقوله كده فهو أكبر جزء من النجاح تصديات مستوى عظيم ما شاء الله لما يكون فيه عندي لعب مية في المية أو حارس مرمى مية في المية من الكرة التي لعبت عليه تصدافة دي حاجة عظيم مصطفى شبير عنده حاجة ميزة شوية إنه الليفل بتاع دول الأبطال أعلى من الكونفترالية نعم وأنا آسف اللي ما يشوفش حاجة زي كده يبقى عنده مشكلة فعلا نعم ليفل مختلف بدليل إنه جزيج وميز رغم إنه أخذ الكونفترالية وأخذ كمان السوبر الإفريقي فهو خرج من ترشيح أفضل مدرب نعم ومقابل المارسل كولر هو متواجد نعم فهتلاقي إنه اللي اتنين دول المشكلة الوحيدة أنا شايف إنه دول أبرز اتنين لكن عندك فيه غول واقف رون وين ويليمز رون وين ويليمز نعم كفاء إنه هو مرشح لأفضل لاعب على صعيد نعم أفضل لاعب في العالم كان من ضمن الترتيب وأفضل كولف جول كيبر أخذ التاسع يعني إحنا بنكلم بعد إيمليان ومارتينيز والأسماء الكبيرة جداً الموجودة فبالتالي إحنا بنكلم إنه الراجل ده حظوظه قوية جداً أملي أملي نعم من هو مدرب ترشح لتلاتة أملي إنه ياخد أفضل حارس نعم لإنه إحنا زي ما قلنا أفضل لاعب داخل القارة دي هتشوف المساهمات بتاعته فأنا زي ما قلت لك إنه مصطفى شوبر ربما يكون من أبرز هو زيزو نعم بإثنين دول أملي إنه ما ياخدش ما يسيطرش على أثنين هو ضمن جيزة ضمن جيزة رون ونويليامز ضمن جيزة نعم لكن في المقابل أعتقد إنه إن شاء الله تعالى أملي إنه ياخد أفضل حارس نعم وأفضل لاعب دي هتكون ما بين إن شاء الله يعني ما بين زيزو ومصطفى شوبر نعم تسألني عن رأيه بدون عطفة نعم زيزو رائح رائح حقيقي وأنا ما فيش اختلاف وأنا بقول لك حسين الشاعات المسلم اللي فاتق تقليل عام هو أفضل لكن على مدار الأربع سنين هو زيزو زيزو ما فيش اختلاف عليه لكن أنا شايف إنه البطولة الأكبر اللي فيها عتولة القارة الزمالي كان بيلعف كومفرالية المستوات أقل التالة والرابع في كل بلد فبالتالي هو لما تيجب بصع مصطفى شوبر الأداء اللي أداء من وجهة نظري إنه يستحق وأتمنى طيب هنا دي احنا بنتكلم بمنتهى الحب والاحترام على زيزو طبعا طبعا ومنتخابنا الوطني هو يستحق هذا الاحترام لأنه لعيب محترم ولعيب منضبط ولعيب جميل هل لك أي تعليق على هذه الترشحات؟ يعني يمكن مش هختلف كتير يا جهتما شريف يعني زي ما تكلمنا عن مصطفى وقلنا أنه هو يعني يعد اللعب الأكثر تأثيرا من حس النتائج يعني مش عايزين نقول لولا تقلق مصطفى شوبر ما كانش النادي الأهلي بينجح زي ما اتفقنا من الجزء بالزبط ولكن هو الأكثر تأثيرا في نتائج الفريق في مشوار دوري أبطال حتى التتويج يعني في كرة لمصطفى شوبر مش واخد حقها في مباراة الترجل الأولى اللي كانت لسه في الدقيق دي من ضمن كرات كتير جدا بالمناسبة على مستوى البطولة لكن زي ما كنا بتكلم أنا وشريف قبل الحلقة وزي ما هو قال دلوقتي وليام زي كابتن هو الخطر الأكبر أنا ورعب أنه الخطر الأكبر ووارد ووارد يجمع بين الجائزتين يعني وارد مش هتبقى مفاجأة صحيح الضبط أنه يجمع بين جائزة أفضل حارس وأفضل لاعب ولكن من العدل ومن الإنصاف أنه مصطفى شوبر يتوج بإحدى الجائزتين سواء أفضل لاعب لو ديتها له تبقى منطقية لأنه هو حتى مصطفى على مصطفى دوري أبطال أفريقيا هو أبرز لاعب يعني لما نيجي نتكلم فردي على مستوى الفردي ما فيش لاعب قدم أداء فردي خلال مشوار البطولة أكتر من مصطفى شوبر يجي بعدين على طول أمانه الله ما ميش حارس التربي ماشاء الله علي حقيقي الاتنين دول على مستوى الفردي هما الأبرز بس الحقيقة أنا عايزة دي نصيحة الأمان لأن أنا بحبه جدا هو حارس موهوب صحيح موهوب هو حصل له دروب بالفترة الأخيرة صحيح مع المنتخب التحديد وأيمن دحمان شارك في الشوت التاني من مبراد جزر الأمر وده كانت بالنسبة لي مفاجأة أنه قايس اللي عقوي بيغيره كنت مخدود جدا خصوة شوية كبت هو ما كانت شف حالته خلص خصوة اللي حماية كبت مش عارف من وجهة نظرك أنا عندي تصور تاني خالص أنه ممكن أمان الله ما ميش اللي قاله أنا عايز أغير عندي التصور ده عندي التصور ده حصلت لي مرة كنا باللعب المؤولين في السادة القاهرة وما كنتش موفق نهاي الشوت الأولاني وكان مدربنا كابتن سايس بس كان سعيد أحترامي بس كنت بتلعب كابتن يعني كان لك اسم ده الله صدو لكن هو في المداية لا أنا بكلم على سعيد منتخب تونس هو هو بلعب أساسي بقى له فترة لا أنا بكلم ده كان ماتش في الدوري وأنا كنت بلعب طبعا كان معي كابتن سابت وكابتن إكرامي الماتش ده كان كابتن إكرامي احترامي وأنا مكنش كويس يعني أنا مكنش كويس في السادة الأولاني وأنا فاكر كان مع المؤلين العرب ودخلت من بين شتوتين وجات لي مادة عصبية وقعدت رجع وكنت مشدود جدا طلعت الكابتن سايس طوله كابتن مش قادرة كم أه مكنش قادر خلاص مش عصبيا يعني نفراج اللعود ونزل المكاني طبعا كابتن إكرامي بإسمه وتاريخه يعني فمن الممكن يكون ضحو ممكن كابتن سايس بير هل كنت متوقع إنه ممكن ما شاء الله يعني مصطفى شبير يطلع بالجودة دي أنا متوقع إنه يبقى كويس بس مش بالجودة لا بس أنا عارف إنه حارس جيد عشان أنا عارف وشغال على نفسه إزاي ومتوقع إنه يبقى كويس بس الحقيقة يعني ما كونش متوقع إنه ربنا سبحانه وتعالى هو طبعا الأول والآخر توفيق الله سبحانه وتعالى تبتاخد بكل الأسباب وبتعمل بكل الأسباب وزي ما أنا قلت هو عاش حياته بشكل بروفيشنال بس الحقيقة التوفيق يعني كبير الله سبحانه وتعالى وأنا سأذنكم نقفل مصطفى لأن احنا طورنا فيه شوية طيب عايزة أسألك شريف من خلال التصفيات الأفريقية بشكل عام هل هناك مفاجآت شفتها في الـ 24 منتخب اللي تأهلوا والله كابتن ما شفتش يعني ممكن بس أنا ممكن في مجموعاتنا كنت متوقع مضام ورثانية بصراحة كنت متوقع أنهم عملوا في مفاجأة كمان بالنسبة لي كات كاف فيردي كاف فيردي كاف فيردي كاف فيردي كات مرعبة في أمم أفريقية اللي فاتت كات بالنسبة لي صعبة قوي يعني أنت توديت السكواد ده فيه أنا حاسس أن فيتوريا هو اللي كان مخليها مرعبة لا لا ما قدام غيرك ودام المنافسين ده فيتوريا خلى خلى مزنبيق مرعبة صحيح بس هما قدموا مستوات رائعة حتى بعيدا عن مصر قدموا مستوات رائعة لكنك باعتبرك كنت متابع أو المنتخب السوداني شوفت تأهل السوداني إزاي وخروج غنى المغزدة إزاي ما كسبوش ولا ماتشو تعادله تلات ماتشو فقط لغير بالضبط يعني أنا يعني خسارة أو عدم ترشح موريتانيا طبعا أصاب العربي يعني بكى أحد المحللين الموريتانيين في الاستوديو تأثرا لأنهم كانوا حطين أمال ولكن أنا أنا ما قدرش ألوم المنتخب المصر لا 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 وبتفق تماما مع السياسة ومضيان أربع تجوان في آخر خمس دقايق وأنا كمان بتفق مع سياسة كابتن حسامي يمكن حضرتك استعرضت في حلقة الأمس اللاعبين اللي أصبح عندهم في الدولي قبل كابتن حسام حسن آه بالضبط يعني وزلكة بالمناسبة العيب هايل جدا وعايز أقول لك كابتن ممكن يكون هو الجناح الأفضل في عملية التحولات زلكة في مباراة سيراميكا السوبر والدوري عمل التحولات بشكل مميز جدا فكابتن حسام واضح حسام عبد المجيد بالمناسبة عمل مستوى كبير جدا من المشارك وعنصر هايل جدا عمر فايد كمان جاي في السكة يعني السياسة اللي بينتهجها كابتن حسام حسن أنا بتفق معافيها 100% ولكن حد قال لك لا هم 15-16 اللعب تلعب بيهم ما تلعبش زيادة لازم يكون فيه شكل للمنتخب وفيه كيال للمنتخب أيهما حرجع بس اللي شريف ورجع لك تاني أيهما أفضل أنك بتوسع القاعدة أنك بتطمن أنك تصعد مبكرا وبتدي فرص كتير جدا للعبين ولما تجيلك بقى تصفيات كاس العالم إن إن شاء الله نصعد منها ثم تيجي نهاية أفريقيا ونهاية كاس العالم تكون عندك القماشة الوسعة اللي تقدر تشغل من خلالها من وجهة نظرة كابتن المبلغة في الشيء يبقى ضده نعم كابتن حسام حسن أنا أكين له كل احترام وتقدير وأنا داعم أول أول جميع عملت له حلقة قبل كده وكلام لكن ما زال عندك مشكلة في القوام الأساسي بتاعك يعني إحنا إحنا لو جيت قرنت أو مشيت بالأرقام فهتلاقي الأرقام كويس جدا على فكرة كويس إنت ماشي بشكل كويس جدا ولكن في المقابل أنا بشوف أنه شوية إحنا محتاجين شوية ثبات أكتر في التشكيل ما عنديش منع إن إحنا نجرب بس ما يبقاش بشكل مبالغ فيه ليه؟ علشان لازم يكون عندك قوام يعني المغرب مثلا وليد الراجراجي هو في يعني لو أنت جدك اتكلمتك قلت لك هو القوام الأساسي بتاع منتخب المياه هو موجود طبعا بيغير بس في قوام موجود إنت مازال لحد دلوقتي كابتن حسام حسان بشوف أنه في تغير حتى في طريقة اللعبة ممكن تختلف من مكان لمكان أو من مباراة لمباراة بشوف أنه لازم يحدد الأول وبعدك أنه تنغير بس أنا عندي الطريق بتاعي اللي أنا ماشي عليه الخطة اللي أنا بلعب بيها وبعد كده بتيدي أني أنا أغار دي وجهة نظر يعني لكن هو عشان في بعض الناس بيعتقد أنه إنت لما تتكلم عن حد بشكل معين سوزا لو كان مصري فإنت بت إنتاز علام منه دي وجهة نظر أنت عمل له حلقة زي الفل طبعا مهوضة الله صدو لكن هو كابتن حسام حسان أنا شايف أنه نصيحة صغيرة جدا جدا أنه لابد أنه يكون فيه أكثر التزام تكتيكي في الخطة ونبتقد أن نشوف قوام ثابت وبعد كده عمل اللي أنت جميل حلو النقطة حلوة خليني لو سألتك هل الغيابات دي هو حسام ليه دخل فيها ما أنت مثلا بتتكلم في رمي ربيعة مصاب في محمد صلاح معتذر في عمر مرموش كان معتذر في تريزيجي كان موقوف محمد عبد المنعم مصاب كان موقوف كان محمد فاتح حمدي فاتحي كان موقوف محمد عبد المنعم كان مصاب يعني في عدد كبير ما كانش موجود لأسباب خارجها عن الإرادة بزرعة ولو سألتك يا أبلال طب هل إحنا عندنا بعد كل التجارب دي هل عندنا قوام أساسي لمنتخب لأنه شريف النقطة مهمة أنا لازم يكون عندي قوام أساسي بعد كل التجارب دي هل أنا عملت مخزون جيد للقوام الأساسي ولأ قلت لك قول تشكلتنا الأساسي أسئلة كثيرة مع بعض معلش كبتان حسام دايما عنده قناعة بفكرة المدافع اللي بيلعب برجل الشمال مزبوط فراح لمصطفى العش بالمناسبة ولكن كان فيه مشكلة في الأوراق مصطفى العش فكان البديل التالت موجود اللي هو محمد ربيعة اللي ظهر بمستوى كبير جدا فواضح أن كابتان حسام شغال متابع كويس قوي عنده بلان A و B و C كمان لدرجة أنه جاب لعب C اللي هو محمد ربيعة ده C في الترتيب بعد دخالة صبحي وبعد مصطفى العش باختيارات كابتان حسام ونجح محمد ربيعة لكن في العادي ممكن نختار تشكيل منتخب بسهولة جدا اخترت اندر اتنين تشكيل مفيش مشكلة محمد اشناو في حرص المرمى استنى موافق اه طبعا تمام ثلاثة خط الدفاع حمدي فتحي ربيعة محمد عبد المنعم حمدي فتحي ربيعة ملعب بحمدي لبرو متأخر انت حضراك عارف يعني ماشي بس ده من نقاط بس ده بس ما معاشا مهيدي من دونك اه انه طريقة اللعب بتختلف انت ما عندك شي يعني انا لو سألتك كولر بيلعب ازاي هيلعب الاربعة هو شوية كل شوية بغير خلينا اقول لك انه في المنتخبات خلوا خورنا يا جماعة خل بشوف ان المنتخبات يعني في حد ذاتها شوية انت محتاج ان انت انت بتعبش كتير كابتل اي فانت لو انت نادي هقول لك اه جرب وعمل لكن انت كل فترة فانت محتاج يكون عندك طريقة لعب ثابتة تبتدي ان انت تبني عليه حتى لو عملت ريبليس لأي ترسي موجود فانا عندي حاجة ثابتة هل الكابتل حسام حسن عنده حاجة ثابتة او لا انا بس انا انا لا لا انا متفق معاك مختلفين بس انا لا لا انا متفق معاك مختلفين بس لانه حمدي فاتح ممكن يكون في وسط الملعب ممكن يكون هي دي التغييرة الوحيدة يا كابتن بالمناسبة اللي كابتن حسام بيعملها يعني اوقات بيفضل ويستمر بثلاثة اه ويسعد برواع بربع اوقات بيروح ساحب واحد من السرد بكين ومخلي حمدي هو عنده ثقة كبيرة اوة في حمدي بالمكان ده وحمدي بالمناسبة من اول مشارك مع الكابتن حسام وهو مستوى عالي جدا هل الافضل انت تلعب بمحمد هاني باكرايت وتلعب بمحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد حمدي باكليفت ولا زي ما انت بتقول او زي ما شريف بيقول انا بشوف ان حمدي يستمر في المكان ده ادى افضلية كبيرة لمنتخب مصر حضراك عارف في بطولة الامر عايس حمدي ورامي وعبد المنعم كم علشان جي بتدي حتى اريحية للظاهرين لهم ينطلقوا على مستوى طبعا خمسة فواسط المالع محمد حمدي زهير ايسر ماشي بشكل كويس عنده بعض السلبيات الدفاعية ولكن في الانطلاقات الهجومية هو عمل ارقام كويسة قوي على مستوى صناعة الاهداف في الجانب الايمن انا بشوف ان المباراة الكبيرة مع المنتخبات الكبيرة محمد هاني شارك افضل في المباراة اللي زي مباراة انا بشوف ان عمر كمال عنده حلول هجومية افضل نعم وسط الملعب لا خلافة على مروان عطية محمد بلات انت موافق انا موافق انا بس محترق انا بس محترق على حاجة ما يخلص كلامه بس انا بحب انبغل انا بس انا عايز اقول بلال لان هو من الناس اللي انا بحترمها جدا كل ويهتنظري انا ان هو شوف هو بيفكر بيفكر وهو بيختار التشكيل وده عظيم اللي انا عايز اقوله ايه انه انا لما اجي الفرق ما بين الاربعة تلاتة تلاتة والتلاتة خمسة اتنين الفرق ده في حد ذاته لازم يكون في مرونة تكتيكية ووقت كبير عشان ابتدي ان انا احاول مجد حسن حسن بيعملوا المرونة التكتيكية يعني حتى في مرونة تكتيكية المرونة تكتيكية مش عنده هو قد ما هو انا اضرب لعبتي لان انت عارف ان الخطوط ازاي لو انا العب بالتلاتة اربعة تلاتة الادوار هتختلف فالحتة دي شوية بتكون محتاج وقت يا كابتن انا لازم احدد عشان ما يبقاش فيه تغير انا بس كل قلقي ومعليش يخد الفوبيا دي بتاعتي وسجلوه على القناة انا الان من سيناريو برادلي بمعنى ان انت تبقى ماشي في شكل كويس جدا وانت شايف المنتخب قدامكم مبسوط جدا جدا به لان هو بيقابل فرق صغيرة الجماعة سيناريو برادلي اللي بتكلم عليه شريف ان احنا فزنا في التصفيات في كل المباريات في ستة مباريات وجينا في المباريات الحاسمة الفاصلة امام غانا وخسرنا خسارة قاسية في غانا وكسبنا هنا بالعافية وما تقلناش لكاس العالم لكن هذا السيناريو مستحيل يتكرر لنظام التصفيات بالزبط لا 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 مبسوطش انا مبسوطش كان منعات منظام التصفيات لا الناس هتفهم منك انا مبسوط اقول مع اول منتخب كبير انا بواجه اسقط نلعب مباريات ودية وصد منتخبات كبيرة انجوي نطلع خمسة نطلع أربعة نطلع متعادلين برادلي نفسه بمناسبة ان انت ذكرت برادلي يا شريف بدأ بالبرازيلة كابتن لو تفتكر مظبوط 2-0 بعيد وكانت اول مشاركة دولية لأحمد الشناوي وكاني برضو بيدي فورص وفاقنا رب عليك وساعتها الشناوي اعلن اعتزاله في المباراة هناك اعلن اعتزاله دولية لما ملعبش الشناوي ساعتها الحضري اعلن اعتزاله دولية هو غاضب جدا من مشاركة الشناوي فبرادلي قال له خلاص شكرا بالسلامة وظل خارج المنتخب طوال فترة برادلي فاكر ساعتها وبعدين من جاء بعضه طلعا ما كانش فيها تزال ولا حاجة ورجعها هو وارد كابتن لعب يعتزل او يعتزر باللام وبالرأ شغالة يعتزر او يعتزل لكن جديدة اني نادي يعتزر اه لا دا انت يعني ما انت هتشوف كتير بقى فخلينا خلينا في الكلام الفاني نعم فحتة وسط الملعب انا بقى شوف عندي عندي حاجتين لكابتن حسين انا شايف ان يعني بجد ان الاوان ان امام عشور يرجع تاني لمنتخب مصر انا مبارح بتفرج على المباراة في الملعب كابتن حسين حسين لا خلاف على تريزي جي لا خلاف ان محمود حسين تريزي جي واحد من ايقونات الجيل الحالي لمنتخب مصر مع محمد صلاح يعني زي دي ماريا وليونيل ميسي في الارجنتين انا بشوف ان تريزي جي وصلاح في منتخب مصر اخر عشر سنين لكن امام عشور يعني كابتن حسين شريف مبارح في المباراة طول الوقت كابتن بيستخدم محمود تريزي جي على الدائرة منطقة العمق تحديدا مش مكان تريزي جي او ممكن بيلعبها وبيقديها في بعض البعض لكن لا خلاف على ان وجود امام عشور في الحتة دي بالامكانات الكبيرة اللي عند امام بالتصريبات هو السؤال هو حسن مستبعد امام هو هو ما حصلش يعني انا اعتقد ان كان في نية لعدم ضمه ده ده اللي انا عرفه كان في نية احنا مش هنطخل في النواية والله كابتن انا كنت هزعل نفس السؤال مثلا انا مش عارب مش هنطخل في النواية بدليل كابتن التصريحات اللي خرج بس خدنا بلال بس بس خلنا نقول بما يرضي الله ما في اختيار إلا بمحسام اختار امام يعني ما في اختيار للمنتخب إلا بمحسام اختار امام واخر مرة امام خرج مصابا فخرج من المنتخب وطلعت بقى الاشاعة انه ده حيخرج مصاب مش عارف ايه القصة الحدوثة اللي ما بنحبهاش دي فالراجل كاختيارات هو اختار امام كل مرة يلعبه اساسي ما لعبوش اساسي هذا حق هنا يبقى فيه نوع من انواع الظلم على كابتن حسان لا انا بشوف ان لو لو في بوادر مشكلة اه انا بشوف لا لا بشي بوادر مشكلة او بوادر عدم نية في ضم انام انا ما اعتقدش انه يكون في ازم الكلام اللي سمعه كده يعني الكلام اللي سمعه انا شايف كابتن شجير بيقول انه فيه نوع من القناعة من كابتن حسان بامام عشور وشايف حاجة تانية يعني معلش ما احترامي انا واحد من الناس اللي كنت بطلع في الحلقات يعني فترة من الفترات كنت يعني بالنسبة لي امام عشور واخده وسال خزامة بيقوله بسبب تقصيره في حق نفسه نعم البداكة عظيمة بدأ الكيرف ينزل وبعد كده بدأنا ان احنا من اول دلوقتي بدأ انه عشانه في النهاية في الاول في النهاية لكن ما اعتقدش انه في حد عاقل هيختلف انه افضل تمانية موجود بشكل عام هو امام عشور ده هو اللاعب اللي عنده الاتزان التكتيكي ما بينكونه انه هو يقدر انه يدافع ويقدر انه يهاجم يقدر يقوم بحتة انه يكون بوكس بوكس بشكل كويس افتكر بس كابتن فيتوريا الناس يعني قعدوا معاك كده وتحايلوا عليهم معلش جرب في امم افراخي جرب امام ويلعب امام عشور ويكون افضل وايشهادات بشكل كبير جدا فما اخدش ان فيه مشكلة بالنسبة لكابتن حسان يعني انا اتمنى الحتة دي لان انا امبارح كابتن في المباراة في الملعب انت عارف حضرك مشاهدة المباراة من الملعب بتختلف عن مشاهدة المباراة فانا شايف ان المنتخب امبارح كان مفتقد ناصر مهل بالمناسبة عام المباراة كبيرة جدا ولكن انا بشوف ان امام عشور زي ما قال شريف اكتر اللاعبين انضباطا في الادوار التكتيكية للعب رقم 8 انا بشوف ان امام وهو في التوب فورم بتاعته لاعب رقم 8 متكامل وخلي بالك امام مع المنتخب بحاجة تانية خاصة بالزبط وهو حاجة نفسه يعني حتى لو بيأثر شوية مع النادي الاهلي لكن مع المنتخب بيرفع حاجة تانية لو في جزئية يا كابتن هنتكلم عنها يمكن هي موجودة من ضمن الحاجات يعني اللي احنا محتاجين نحن نتكلم عنها هي تركيبة خط الوسط وهتوضح ليه امام عشور هو بارز ومختلف نحن نخلص دلوقت عشان دايزم هنخلص بالعكس احنا نتكلم عنها اتكلم احنا نخش شوية في النادي الاهلي شوية الجزء الأخير يعني ها هي الجزء اللي احنا نتكلم خلاص تشكيلة المنتخب اخر تلات لعيبة يعني هنتفعنا ان مروان وامام على الدايرة وفي ظل حالة التقلق الكبيرة اللي عمر مرموش في الوقت الحالي وتراجع التراجع النسبي مش عايزين بردو ندعم مصطفى ولكن ما بيقدمش نفس المستوى اللي كان بيقدمه الموسم الماضي فانا اعتقد في حالة ننتم أسرها شوية على مصطفى بالزبط يعني على فكرة هو صنع هدف تقريبا في المباراة الاخيرة انت ممكن تقولها بطريقة تانية مش في ظل التراجع لا انت ما تكلمش على مصطفى محمد اتكلم على القوة من اقولت في التقلق الكبير اه انا اقولت التقلق الكبير اللي مرموش لان هو بيقدم انا اصد اقول ايه مش حتة ان ده مقصر قدما ده قوي فرض نفسه بس هو شريف كان عندنا كابتن يعني الصورة اللي كانت موجودة عندنا كلنا ان مصطفى هو الخليفة او الوريث الشرعي للمركز رقم تسعة وبقاله سنوات ولكن مع التقلق الكبير حتى اللي اتكلم عنه محمد صلاح نفسه بالمناسبة واداله حقه لعمر مرموش انا بشوف ان حاليا مرموش لو شارك في مركز المهاجم هيكون افضل ومصطفى بديه هل دايك اقول اخرى طيب حلو كده جميل زي الفل بقى كده رغم كل الفرص اللي ادها كابتن حسام حسن لعدد وصل الى 13 لاعب وهذا امر رائع ويحسب للمدير الفني كابتن حسام حسن الا ان هناك هيكل رئيسي للمنتخب الوطني قال عليه شريف وقال عليه بلال وده امر جميل بالنسبة للمنتخبنا يكون عندك خيارات واختيارات عديدة هروح للفاصل عزيزي المشاهدين بعد الفاصل النادي الاهلي مباراة همه جدا امام الاتحاد السكندري ان شاء الله الاخبار الموضوعات ملعب السلام هل بيؤثر على تكتيك مارس الكولر ولا كله تمام التمام نعرف بعد الفاصل باذن الله الاهلي يكسب باذن الله يعني يعني نتمناه وان شاء الله وان شاء الله نتيجة تطلع يعني 2-0 لو لعب اسام ابو علي الاهلي هيكسب بفرق 3 جوال لو ملعبش لانه هو كان بيقول ان هو مصاب الاهلي هيكسب فرق إن شاء الله مكسب لالاهلي 2 أو 3 وان شاء الله ما يكونش فيه إصابات لان احنا تعبنا من الإصابة بسراحة متوقع الاهلي ان شاء الله يكسب 3-1 بإذن الله ان شاء الله بإذن الله هتوحد للأهل بإذن الله إمام عشور وحسن الشحات إن شاء الله وربيع إن شاء الله إمام ووسام أبو علي والشحات أكرم وإمام ومروان حسن الشحات طبعا أنا عرف أنه وسمى متقلم وسمى هنغيب تقريبا من الماضي ده فحسن الشحات وطهر محمد طهر إن شاء الله بإذن الله كوكا ومروان أعطيه كوكا ومروان أعطيه بإذن الله يعني كوكا ما شاء الله يعني مصابي على قوي مروان كان عامل مره مبارح عظيمة جدا لا بإذن الله إبا مروان وكوكا وإمام بإذن الله اللي يجيب اللجوان رمي ربيعة وشحات فالآهلي هيلعب بنفس التشكيل وبنفس الخطة اللي بيلعب بيها كل مرة وبينزل مهاجم في أول لحظة ويجيب جول في أول ربع ساعة ويبيدي بقى يعز الأهداف ضغط مستمر من بداية زي ما الليعبي قبل كده مغازها ماتش بيضت 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 إن شاء الله بيحقق هدف والتاني ويبقى كير خير بإذن الله اللي أنا جالته عليه 2-0 قودنا في الفترة الأخيرة على الضغط المتقدم من أول المباراة يعني فإن شاء الله بإذن الله برضو يعني أما حاجة بس إن إحنا لنمتلكوا الكرة صحيف نص الملعب يعني عايزين نشوف بقى اللعيبة المحترفين بصماتهم في الفريق يعني ترتبا يحيي عطاية الله وبرستة وبردو لازم ياخد فرسته من أول الماتش عشان ميستر كولر يسيطر على المباراة طبعا خط النص يعني هو قوة الأهلي في خط النص دايما أو في الأطراف فإحنا لو سيطان على خط النص إن شاء الله تكون لن نتيجة نتيجة جميلة بإذن الله لنا دي الأهلي وإن شاء الله الفوز من نصبينا دي الأهلي بإذن الله نرجع بقى للدور العام أعزائي المشاهدين وأبدأ مع بلال الدوري العام هل من بدري نقدر نقول في ملامح للمنافسة الأهلي فاسف مباراتين الزمالك فاسف مباراتين المصري فاسف مباراتين وبراميز فاسف مباراتين وتعادلة في مباراة ومنافسة الأهلي غدا إن شاء الله للتحاد سكندري فاسف مباراتين أنا متأسف لا لا تمام إحنا بنذكر الفراء طبعا وصلا كابتن أنا مصطلح اللي حضرك قلته وأنا هفضل استخدامه إن شاء الله لحد ما الدوري ده يخلص يعني كابتن شريف ما كانش معاناك كابتن أطلق مصطلح هو يعني اللي ببروز حالة الدوري السندي قال الدوري ده متكلفة متكلفة فعلا المصطلح ده لما تيجي تبص لكل المبارات يا كابتن ويمكن إحنا اتفقنا قبل انطلاق الدوري إن مش هتبقى فيه فرق بتلعب بطرق دفاعية تماما كل الفرق بتلعب يا كابتن فاتحة خطوطها كل الفرق بتحاول تبدأ من تحته بتبدأ تلعب الكرة الحديثة وكمان تعمل يعني حالات هجومية كتير جدا باستمرار لإن إنت النقطة مش هتنفعك لإنه ما فيش إمكانية للتعويب من رأس بالضبط عدد المبارات قل هل فجأة يا كابتن بالنسبة للفرق الكبيرة ناسف هتبقى فيها مشكلة الفرق الكبيرة هتبقى فيها مشكلة انت هتكمل بنفس عدد النقطة ما يزيش مدرق اوه احنا مش هنبدأ دوري تاني يا جماعة لا احنا بنفس عدد النقطة انت مش هتقدر يبقى عندك كم النقاط اللي موجودة في الدور التاني لما انت رسا عندك مش عارق لا انت عندك العدد قليل هتلعب مع تسعة بس مش تلعب تمنتاشر ازاي ما كنت بتلعب عندك ولا سبعتاشر فالمضاعب صعب ده صحيح فانا شايف يا كابتن ان التنافس يعني بداية التنافس هتبقى على حجز مركز من ضمن المراكز التسعة الاولى ده بالنسبة لبعض الفرق لكن بتتكلم على اهل زمالك بيرامدز هو التجميع اكبر عدد من النقاط لان ده اللي حيبين بطل الدوري زي ما حصل السلفات مع عبيد روشيت لما جاب عدد كبير من النقاط فما كانش عنده مشكلة انه يفسر انا بشوف ان رباع المنافسة حتى الان اللي ظاهر يعني النادي الاهلي نادي الزمالك وبرامدز طبعا هيعود للانصارات وشايف ان النادي المصري مع كابتن علي ماهر عنده انا بشوف ان عنده كل المقومات اللي تخلي نادي المصري ينافس علي ماهر مدير فني ممتاز جدا لعيبة على مستوى الاسكوات دعم حتى بلعبين مميزين قدر يتجاوز حجز البداية انت بتفوز في اول اسبوعين بتديك ثقة كبيرة جدا فكل ده انا اعتقد مع شخصية علي ماهر هيخلي المصري يزوء شوية في المنافسة ده رباعي المنافسة انا بشوف انه فيما عدا زلك انا بشوف انه انديها زي سيراميكا زي زد يعني اللي تنجل الابرز البنك يعني انا شاف ما بيبدأ بداية مهزوزة بس هذا اللي لازم يلحق نفسه بانك يعني دائما بيلم نفسه في الاخر فالمراضي لازم من بدري شوية بشوف البنك حالته مش هتسمح له السنة دي رغم الصفقات الكبيرة اللي عملها ممكن يدخل من التسعة عايز اقول يا كابتن رغم صعوبة الدوري زي مشريف قال هيبقى الصعوبة على الفرق الكبيرة لكن في حاجة انا بشوف انها بتطمن معظم الفرق يا كابتن ان الفرقين بس اللي هينزلوا للدرجة التانية فانا بشوف ان الفرقين دول انا بعتقد ان هم هيبانوا بدري يعني ممكن على الاسبوع العشرين تبان المؤشرات زي كل موسم بالمناسبة بيبان مؤشر فريق او اتنين ان هما مبكرا او شكلهم هما دول اللي هينزلوا واعتقد ان الباقي هيتطمن وانت عارف حدراك ان الاندية المصرية لما بتطمن خلاص يعني طيب انا كنت اسألك سؤال هل عندك من الشجاع ما يكفي انك تقول من الاندية اللي ممكن تصارع من اجل البقاء خلينا كون مهزب شوية والله مش مسألة شجاع كابتن بس هو يعني اعتقد ان الحكم في الفترة دي هبا صعب اوي من البداية كده اعتقدها بصعب من وجهة نظر يعني مش هقدر تدي لك حكم امين يعني فيها اغير السؤال هتحايل هتحايل خليني اتحايل على السؤال من الفرق اللي ممكن تغير مدربينها بدري اعظون ده اسهل اه هو اسهل فترة بkntو الي فاتpraثرة بknt اي 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 الفرق اللي ممكن تغير مدربينها بدري انا جاهز باتنين طبقو اه لا استنى استنى اشانت تاخذ احاول ادوس لا اصلها اسئلة فعلا يعني هي اصلها جوية حضركت عارف لك اتب راحتك في اليوتيوب هنا لأ طابعا china الحبيبي فعلاً بس أنا مفكر في الموضوع يعني أنا شايف أن زد قريب جداً أنا شايف أن زد قريب جداً من تغيير الكابتن مجد عبد العاطي في حالة بيحبوا مجد أوف زد بس يا كابتن أنا بشوف أن الموضوع يعني مش رايح زد اتعادل مباراة وخسر مباراة اتعادل مباراة وخسر مباراة أنا بشوف أن التدعمات اللي هم عملوها في أول السيزن ما تتفقش مع اللي كان دارة زد مترجي الفريق الثاني والواضح واللي ما اتمنهوش بالمناسبة لأن أنا بحبك كابتن محمد يوسف جداً حرس الحدود حرس الحدود أنا في دماغي كان موضوع حرس الحدود لأنه البداية كانت بداية ضعيفة وبرضو عايز أقول برضو في حاجة كابتن ماليش وبرضو وفقاً للإمكانيات برضو خلينا أقول يعني أنت برضو أنت بس حرق تأديل لا معلش أنت مدرب وجاي وعارف الأوضاع كلها والمرة دي أنت اللي اختارت طبعاً طبعاً أنا مع أكثر الناس صلا بمحمد يوسف فأنت المرة دي أنت اللي اختارت أيوة أنا مرتفق أنت اللي جبت لعيبتك وكان عندك الوقت الكافي قلباً وقالباً متفق مع حضرتك ويمكن أنا كنت كان عندي اعتراض شوية مع الكابتن الحساب حسن سريعاً يعني أنه بعض الحاجات اللي كان بيقولها بعد ما مسك التدريب كنت عايز يقول له أنت عندك يعني هي دي مصر إحنا عايشين في مصر حضرك مش أهنبي مثلاً فوجهة نظري أنه آه أنا متفق معك في الجزئية دي لكن برضو أنا بشوف أنه الأندية اللي هي زي حرس الحدود إمكانياتها كده المدير الفني بيقبل لأنه كابتن محمد يوسف كان مساعد مدير الفني في تحد الكورة يعني عنده منصب كويس ماشي أوكي بس كون إنه فنياً لما تأخذ فريق وتطلع به الموضوع بيختلف موضوع أنت كده بتنقل نفسك نقلة مختلفة فكون إن أنت تكون آه مدير فني في تحد الكورة أو مساعد مدير أو آه إن كان ده مختلف عنه أنت تنزل الملعب وتكون عندك تجارب وهو بيحن شوية أي حد بيحن حنروح للنادي الأهلي مباراته مع الاتحاد السكندري الأهلي فاز في مباراتين سيراميكا كيلوباترا شوت حلو وشوت سيء يعني مبارات سيراميكا في الدورة لحد ما مش بطالة يعني نروح على مبارات زيد الفوز بصعوبة على زيد الحياة وعرض لم يعني لم يرضي طموح جماهير النادي الأهلي عدد من اللعبة الأهلي كتير في المنتخب في المنتخب دلوقتي والأمور نفسيا معنويا شايفة من خلال تدريب اللعبة في حالة نفسية وفنية جيدة كيف يفكر كولر في مبارات الاتحاد السكندري أعتقد أن كولر دائما وأبدا وجهة نظره أو هو ماشي بفلسفة أنه بيحب بالتشكيل الثابت يحب ينزل بالفول تيم بتاعه لكن بيكون في بعض الاختلافات شوية أعتقد أنه ممكن يراح بعض اللعيبة اللي كانت بتشارك مع المنتخب في بعض اللعيبة هيقدر أنه يعمل مع هذا لكن بعض اللعبة هيبقوا مجبرة علىها زي مثلا طاهر أعتقد أنه طاهر في غيابه سامة أبو علي هيكون هو السنتر فيه بتاعنادي الآلي فالموضاء أعتقد أنه يأخذ كمان حد استد أبت جان اللي هو هيبقى يوم سيئة وعشرين ممكن أن يخش استد أبت جان كمان هاما كمان فممدد فأصبحت مجبرة أنه طاهر لأنه عندك مشكلة كهرباء لسه مش بعيدا عن المشاكل موجود في القيمة موجود في القيمة لكن هو بدنيا كهرباء مش قادري يعني أنا بشكل عام ومن خلال حضرتك يعني بس أعايز أقوله حاجة واحدة بس هو الموضوع بدني ده على كهرباء بتتكلم كهرباء بدني أنا نفسي أحد من اللي حوالي أنت تسأله الموضوع بدني ألا أنا أقوله الموضوع بدني أنت بتقوله أنه بدني أنت إمكانياتك كبيرة جدا جدا بعيدا عن الجزئية اللي هتقول لي أصل عنده مشاكل أصل مش عارف إيه خلاصنا كل المشاكل وهو أثناء ما كان عنده مشاكل أنا كتبت كابتن عنوان في وقت بطولة أفريقيا لما عاد كهرباء للنادي الأهلي والمستوى الكبير قلت عادة كهرباء فأعاد الأهلي للبطولة فأعادة الأهلي للبطولة فأهرباء البطولة دي يا حضرائك عارف يعني بستثناء هدفه في الهلال السوداني اللي أختير بعد كده أفضل هدف في العام لكن كهرباء كان عنده أهداف مؤثرة كبيرة جدا في البطولة ودي الحالة أعتقد أن ده أعلى مستوى وصل لكهرباء بعد مستوى وكانت معكولها في الزمالك والتحاد جدا سعيد يعني ده جدا تحديدا أعلى مستوى جدا بعد كده غاب فترة شوية بين الإعراض والتنقلات اللي بين الأندية وعاد مرة أخرى بواجه مغير مع النادي الأهلي زي ما شريف قال كابتن كهرباء ممكن ما عندهش الجاهزية البدنية الكاملة لكن يقدر كهرباء يقدر طالما موجود في النادي الأهلي فالنادي الأهلي بيساعد لأي حد أنه يكون في أفضل حال بيتوفر لك كل الإمكانيات فنتمنى أن الكهرباء يبقى خيار متاح في المباراة القادمة أمام مرسل كولر إن شاء الله قل لتشكيله تريد لعب أعتقد الأربعة ثلاثة ثلاثة وشيخ تلاف عليهم ناشي ممكن الشيناوي في حراسة المرمى اللي اتنين السنتر باكس أعتقد ربيعة بنسبة كبيرة هيبقى موجود ربيعة موجود هيبقى متواجد يعني ربيعة وهيكون ياسر خف هي الفكرة كلها في أنه من اللي عنده الجاهزية على اليمين أعتقد عمر كمال ممكن يبقى متواجد على الشمال طبعا ما فيش طبعي حياطية الله والفردة تقيلة جدا جدا ولازم الناس يعني أنا أسف يعني بلاش نبقى خفاف كلمة تودينه وكلمة تجبنا هو لعب تقيل لعب جامل لعب فرد عظيم جماعة فرد عظيم وارد جدا كله بيخطئ هذه كرة قادمة لا بس هي النزغة فردت له بسرعة خطأ الصوت طبعا ومعليش يا كابتن مهدوها وارد وبيحسر مين ما بيخطئش لكن ما انطلعوش يسمعوا ونزلوا الأرض عشان خطر كرة بالضبط عايز أخد ملحباك بس جزئية بس في وسط الملعب تحت هو وسط الملعب عند كولر بيتكون من مروان عطية وإمام عشور وكوكا وأحيانا بيكون متواجد أكرم توفي إيه الفارق ما بين الاثنين معلش يا دي ممكن تاخد وقت شوية عشان دي مهمة بس انت رحت لعمر كمال في الظاهير الأيمن يبقى انت كده هتدخل أكرم فاصلة الملعب مش بالضرورة تقول ليه ما يوعد لك عادي طيب لا أنا 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 أقصد أقول أنا لسا بفكر بقر انت بترع أفكار غالس لا لا احنا عايزين نقول إيه الفارق ما بين الاثنين عشان برضو دي جزئية شوية برطابة ضب محمد علي بن رمضان شوية آآ أنط المدربين مختلفة يعني في جزي جوميز هو بيعتمد على الضب اللي ايت موجودين على الدائرة اللي هم عندهم القدرة على لعيبة كورة يطلعوا بالكورة عند حلول كتيرة جدا تبقى موجودة في وسط المعب كان عبدالله السعيد ونصر مهد وبالمناسبة عشان قبل ما عدي حتة جزي جوميز جابتين الجهاز الفني حاول مرارا وتكرارا مع جزي جوميز في مباراة الأهلي تحديدا في مبارتين أنه هو يدخل محمد شحاتا مباراة الأهلي الأولى في السوبر الإفريطي كان فيه محاولات لإقناعه أنه هو يلعب ورافق تمسك بالفكرة بتاعتمد الاتنين لعيبة الكورة الاتنين دول عندهم دول دابل ايت موجودين على اتنين تمانيات موجودين على الدائرة بيقدرنوا يطلع عليهم بالكورة بشكل سالس جدا جدا ويعملوا شغل عظيم وعبد الله السعيدة جماعة جامل جدا 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 وبيقدموا السوائد ده فكر مين؟ ده فكر جزي جوميز في حد تاني زي مارسيل كولر بيسعى إلى الانضباط التكتيكي هو عاوز إمام عشور اللي هو بياخد أدوار هجومية كبيرة جدا جدا ويبتدي أنه هو في الحتة الأمامية تحديدا هو ما بيطلبش منه واجبات دفاعية في المقابل عايز يبقى هو متواجد في الجزء الأمامي اللي هو أكرم توفيق من هنا ده عظيم جدا لمهمة أكرم توفيق هو تغطية المساعات مع مروان عطية استرجاع الكورة مرة تانية الحاجات دي كلها لكن أنت عندك فيه فكر آخر بيقولك أننا اللي عايز يكون عندي لاعب عنده توازن شوية يا كابتن لو جد بسيط على آخر عشر سنين على مستوى العالم أكتر خط وسط كان مرعب كان كاسيميرو وكان توني كروس أهل الرياض بقى توني كروس وكان لوكا مودريتش صح ولا التكامل ما بينهم أنه الرجل الديستروير المفسد الهجمات اللي هو كاسيميرو الرجل اللي هو عنده التالنت العالي قوي 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 اللي هو لوكا مودريتش الرجل اللي عنده الوسطية اللي هو بيقدر أنه يعمل كل حاجة دفاعيا عنده انضباط الفكرة دي دائما وأبدأ بتسيطر على بعض المدربين أنه هو أنا فكرة فقدان الكورة أنا ضاغط أنا فريق كبير أنا ضاغط طيب لو أنا افتقدت الكورة اللي يحصل أنا عندي حدي بيشيل بيعدل الموضوع اللي هو مين اللي هو أكرم توفي لكن لما يكون فيه تطوير للمركز ده اللي هو إن أنا جيب لعب زي كوكا أنا مجدد أكرم توفي طاقة لا ده بالعكس ده فيه بعض المباريات ده عظيم فيها رابع لكن لما يكون عندي فردة تانية يعني أنت عايز مروع أنه كوكا أمام حلوة ليه كوكا لأنه كوكا لعب كور بمعنى إنه هيقدر تقدر نبتها وده أكبر حاجة كانت حصلت فماتش الزمالك الأول ده الفارق بماتش الزمالك الأول ماتش الزمالك التاني نعم إنه كان اللعيبة يعني أكرم توفيقة كابتن كان متواجد حالات كتيرة جدا نتكلمنا بعض المباراة فيها إنه كان متواجد ما فيش حد يموصي له تقريبا ليه هو عنده مش مش كيف خلينا نقول ليه كورته مش أفضل حاجة فبالتالي لما نزل كوكا في المرة التانية أصبحه طبعا القوة الجسدية الوحش الغول رغم أن أكرم أقول ليه عملك البنية التي بماتش السوق صحيح ده الكورة الوحيدة اللي تبسط لأكرم توفيق ورح بها على المرمو نعم أوكي في الجزئية التانية بقى في الماتش التاني بدأ أكرم توفيق ياخد الجبهة اليمنى ما شاء الله قوة جسدية غير طبيعية وقف قوة كبيرة جدا لبن تايك وناصر ماهر وأصبح كوكا هو عندك فردتين مش فردة واحدة بتطلع بها بالكورة اللي هو أمام معشور لأ عندك كمان واحد بيقدر يطلع كلام كاراوهاي طيب الهجوم الهجوم هيكون أعتقد طهر سنتر فروض ما فيش حالة حالة عندك حسين الشحات نفسي بس أنا أعرف أنه بعيد نفسي رضا سليم حل جميل يلا بنا لا أحكي لي تشكيلة وحكي لي طريقة لعبة الرجل قال براحته هو شريف اتفرج على الحلقة بتاعتنا بتاعت مباراة العين لا ما اتفرج أنا بحظ لا 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 احنا دخلنا احنا دخلنا انا بانكشوا على الهواء احنا دخلنا من مدخل كوكا وأكرم يا كابتن الحضرارك تفتكر في مباراة العين وقارننا بين شكل الأهلي في وجود أكرم ومروان ووصفناها ساعتها بالثناقية متشابهة الأدوار يا كابتن الحضرارك قلنا ان اكرم ومروان الاتنين اساسا بيلعبوا مركز 6 فالاتنين بيقفلوا على بعض الاتنين بيبقى عندهم دايما يعني اخطأ في القرار لان ده واخد على جزئية معينة من الملعب بيلعب فيها فلما بيجي يعمل التكملة مين يقف مين يكمل كان دايما بيحصل عندهم ارتباك في عملية التكملة وعملية مين يرجع وكلام ده كله فكوكا فعلا زي ما اتفقنا ان كوكا ادى تنوع ادى حرية لامام عشور ادى حرية اكبر ليحيى عطيته الله في التكملة لما بيقفل في الجانب الايسر فدي نقطة مهمة جدا في طريقة اختيار التشكيل النادي الاهلي انا بعتقد ان النادي الاهلي بكرة هيبدأ بمحمد الشناو في حراسة المرمة يحيى عطيته الله لا خلاف عليه وبمناسبة مباراة السوبر يحيى عطيته الله كان افضل لاعب في النادي الاهلي حتى كرة الخطأ هو اللاعب الافضل على ارض الملعب يحيى لعب كبير رجع بسرعة عليها كابتن عشان حضرهاك ذكرت انه رجع بمخاءات شواء لعب عنده شخصية لعب اتربى في نادي كبير زي نادي الوداد لعب تحت ضغوطات كبيرة جدا في المغرب لعب كاس عالم فاند بلعب سيلو فاينال كاس عالم ها وابولك لعب لعب وكان عنده وكان عنده الكرة الصناعة الاهم انا اعتقد في مسيرة منتخب المغرب هدف اللي صنعه اليوسف النصيري هدف تقاهل منتخب المغرب على حساب البرتغال بوفر عالمي فيحيى عنده شخصية عشان كده رجع بسرعة فيحيى أصبح من بسيحى عنده مشكلة الفاولات لازم العرضة تطلع فوق شواء هو يعني حاطف اتنين فاول ابن اللزينة والله العظيم لو الكتاب بيقول كده ما يتعامله كده لا هو انا ممكن نتكلم في جزء ده يا كابتن عن التطور اللي حصل للنادي الاهلي على صعيد الكرة الصبت تحديدا نخلص التشكيل ونختم بتطور كرة الصبت يحيى عطيت الله رامي ربيعة طبعا باعتبره قائد الفريق وبيمر بوحدة من أفضل فتراته واختير اللعب المصري الوحيد اللي موجود في التشكيل المثالي لتصفياته رامي رامي يعني لعبه قائد كبير جدا وجوده بيفرق ياسر ولا خالد الفترة الأخيرة الرجل بيثق في خالد شايف أن خالد على مستوى الخروج بالكرة فارق مع النادي الأهلي فمن الوارد بكرة تلاقي خالد جنبرامي في الجانب الأيمن أعتقد أنه هو هيروح لأكرم توفيق سلاسي وسط الملعب هيبقى مروان كوكا إمام يعني مهاجم طبعا طاهر وطاهر كان عنده طاهر راس حرب حتة الجناح الجناح الآخر اللي هيعوض طاهر عندنا على الدكة ثلاث لعبين عندنا بيرسي عندنا رضا عندنا عمر كمال اللي الرجل ساعد بيستخدمه كجناح ولكن أنا أنا باتفق مع أنا باتفق مع شريف أن رضا يستحق بكرة ياخد فرصة من البداية طب أنت عايز رضا طاهر شحات شحات صحيح كده نختم بكرة الثابتة سريعا كان عندنا مشكلة كبيرة أهوة كتن في كرة الثابتة من ساعة أبو تريكا وليت سليمان عوضها شوية ومعلول شوية لكن إحنا عدنا فترة طويلة كان آخر هدف سجله قبل ما معلول يسجل الهدف اللي كان في البنك الأهلي لا البنك الأهلي فكاننا عدنا حوالي ثلاث سنين ما فيش حد بيسجل دلوقتي أصبح عندك حلول كتيرة جدا ودي هي كنت أنا كلمت فيها برضو إنه جماعة إحنا فريق كبير إزاي ما كنتش عندنا مشكلة في الكرات يكون عندنا مشكلة في الكرات ما فيش حد بيسجل دلوقتي ما شاء الله وسام أبو علي مرعب الله أكبر ما شاء الله عليه داكتك لعب كبير يحي يعطيها طوله عندك واحد بالمين وعندك واحد بالشمال عندك حلول كتيرة جدا فدي طبعا أكيد بتبرز النادي الأهلي وتخلي عنده حلول لأنه الفرق اللي قدامك أوات كتيرة جدا أو في مغالب يعني بيرسوا الأوتوبيز زي ما حضرك عارف آخر سؤال مدى تأثير غياب وسام عن المباراة أو المباراتين القادمتين وإزاي نقدر نساند طهر زي ما المساندة شغالة دلوقتي عشان يفضل في الحالة الطيبة اللي هو فيها دون مقارنات مع أحد يعني يمكن كابتن غياب وسام غياب مؤثر يعني شيئنا أبينه وسام أبو علي بصرف النظر عن أنه هداف الدوري هو أفضل لعب في الدوري يعني وسام أبو علي تحول كمان من فكرة أنه أنت عندك لعب هداف بيحرز أهداف لفكرة أنه كمان أحسن لعب أو أفضل لعب وسام أكيد غيابه هيؤثر شطارة مارسل كولر حضرت على طول باكتشافه لطهر محمد طهر وأنا وسوف تقول طهر كولر عمل إعادة تدوير لجأ للحلول اللي من الداخل وبالمناسبة دي سياسة مترعة في كل أندية أوروبا يعني يمكن لما نبص على الأندية الكبيرة سريعا مش هنلاقي أندية كتير عملت صفقات كبيرة بالمناسبة وطلعوا لعبين من داخل الفرقة أعادوا اكتشافهم مرة تانية فأنا أعتقد أن مارسل كولر أعاد اكتشاف طهر محمد طهر طهر أعتقد أنه كولر هيستمر في دعمه زي ما حصل في الفترة الأخيرة زميله كمان والجمهور طهر لأول مرة تقريبا منذ اندمامه للنادي أهلي يعني يمكن طهر لقى مسندة كبيرة أنت تعرف حضراك أنه لبسات اندمام طهر بعد رحيل رمضان فالجمهور كان بيدعم طهر في كل الأوقات في فترة اندمامه الأولى عادت بس أكتر فترة الدعم هي دي عادت بقى المسندة بقوة بعد المردود الكبير لقدمه طهر وكمان فيه جزئة مهمة جدا حقيقة أنه أنا واحد من الناس اللي أنا مرسل كله ماكيد ما فيش خلاف عليه لك أنا واحد من الناس اللي بختلف معه كنت اتكلمت ببعض وجهات النظر وما زلت مختلف معه لكن هو فيه حاجة بصراحة صياد وجامد قوي فيها هو بيعرف يتطوع الفريق وفقا لل يعني الفريق محتاج مهاجم تعالى كهرباء أنت عندك مشاكل الدنيا كلها طب أنا عايز واحد تاني يكون فردة أطورها تكون من وسط الملعب لا تكون من وسط الملعب تخش في الهاف سبيس ما بين المساحات اللي موجودة من سنتر باك والباك مش عارف إيه خشي سجق هتلاقي حمدي فاتحي بالتطور الكبير ما شاء الله عليه طب حمدي فاتحي ماشي طيب ما فيش مشاكل تعالى أكرم هتبتدى طوعك بشكل معاين أنت تكون متواجد تقوم بالأدوار دي نفس القصة بالنسبة لطاهر دلوقتي طاهر يا جماعة بسم الله ما شاء الله إن شاء الله يكمل يعني مقعد اتنين حتتين أجانب ده اللي صحيح فهو شاطر في جزئي شاطر خلص نبرز كده نعدي سريعا على إنجاز منتخب السودان في الأول منتخب السودان صعد من مجموعته طبعا مركز ثاني بعد أنجولا اللي كانت واحدة من أفضل المنتخبات على مستوى التصفيات وصعدت مركز أول قدرت تحصل على 14 نقطة الطريفة كابتن والعجيب في الموضوع إن كواسي أبياه المدير الفني الغاني واللي الجمهور المصري ليه ذكرى سيئة لم يكن في أبياه طبعا كواسي أبياه كان المدير الفني الغاني كان قواسي أبياه كان يعيش King ToCo تقريبا الله كان بدأ أنا أبا فكر كبسل πيني تقريبا كواسي Quite عندما تدخلني الزكرة لن نقوم بالغال شغل يا جماعة بسرعةara الاعداد قبل ما نخلص إلا ربط على الصح و compr حضرتك حفظ كتوكو. أنا فاكر كفش البيني كواسي. أبا كفش البيني. ربنا يدي له الصحة. منتخب السودان. قد منتخب السودان بعد رحيله عن منتخب غانا. والصدفة بتجمع المجموعة بين منتخب غانا ومنتخب السودان. وبيقدر يحصل من منتخب غانا منتخب بلده. على أربع نقاط. فاز وتعادل. ويصعد منتخب السودان لأمم أفريقيا. وتتزيل غانا المجموعة. في رقم تاني لمحمد مصطفى المناسبة نحن حارس الأهلي. هو الحارس الوحيد مع مونير المحمدي حارس منتخب المغرب. اللي مدخلش فيهم أهداف. يمكن مونير لعب مباراتين فقط. لكن محمد مصطفى شارك في خمس مباراة أربع مباراة وشوت. لم تتلقى شباكه أي هدف حارس المريخ. لما تصعد للمريخ كان حارس رابع خرج إعارات بعدها كتير. ورجع حارس مميز جدا. من عمل أربعة في النيجر؟ تقريباً أبو عشرين. هو بالمناسبة هو لعب في المريخ بعد ما رحل أبو عشرين من المريخ للهلال. يعني هو دخل بقى واخد فرصة وبدأ يشارك مع منتخب مع فريق المريخ. عمل كابتن رقم إعجازي في مباراة غانا. كان عنده سبع تصديات منهم ست تصديات من داخل منطقة الجزائر. منهم كرة في آخر ثانية ما لا أرى إش حل. يعني حارس مرمى كان يستحق إن إحنا نلقي عليه الضوء باعتبارنا مع أهم حارس مرمى طبعاً لكابتن شبير. وبرنامج حارس الأهل يا. بنبارك لك يا زول. محمد مصطفى العامل الحراس الجديد. طلعك واسع بياك أمبنع فكتوك وزواء. أيوة شكراً. هو بستهوم أخر. أيوة كده. شريف نورتين سعيد جداً كنتم مبتد معنا وتنورنا دايماً إن شاء الله. ألف شكر شريف ريسي شكراً جزيلاً أمبنع محصل نورتنا كالعادة. ألف شكر بشكورك شكراً جزيلاً. شكورك أعزائي المشاهدين. كده كده في أمام زي الفن بأعزين حاجة. سلام عليكم.